العالم كله بيتسابق زي ما قلت بيتسابق على حاجتين يلم وحاول يقلل الانتشار وفي نفس الوقت فيه صراع فيه منافسة فيه إجراءات الوصول إلى علاج فيه ثمان دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأمريكا وأستراليا وكندا وإسرائيل والصين ثمان دول تتسابق من أجل الوصول إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا تعرف عليهم وهم الدول دي في ألمانيا معروف أن ألمانيا دولة متقدمة في المعامل الألمانية وفيه مصنع في ألمانيا ومجموعة من المراكز البحثية بتعاملوا معاه وخلاص قالك أن الشركة تقترب من تطوير لقاح ضد الفيروس حسب صحيفة بيلد ام زونتاغ الألمانية وبسرعة الرئيس الأمريكي قال وعرض على صاحب الشركة أن هو يشتريها بمليار دولار عشان يبقى العقار بس للأمريكان رد عليه هايكو ماس روزير خرجاء الألماني قال له أن بلاده ألمانيا لن تسمح للآخرين بأخذ نتائج بحاس العلماء الألماني فرنسا في مدينة ليون الفرنسية مختبر فيرباث بينشط لإيجاد عقار يعالج الفيروس المختبر لا يبحث عن إصدار عقار بمكونات جديدة وإنما أدوية قالك أنه في أدوية موجودة في السوق ممكن يعاد سياغتها للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا ومن خلال 1500 مستحضر موجود في السوق ده الجماعة الفرنسية يعني بقى الألمان شغالين والفرنسيين شغالين الإيطاليين دخلت بقرة انشار المرض طبعا في أوروبا كلها ولكن فيه شركتين شركتين إيطاليتين خاصين بتطوير عقارات لبعض الأمراض بدأوا يخشوا وقالك أنه إحنا شغالين بشكل جيد ربما نصل في القريب العاجل إلى مصل أو لقاح لهذا في الوقت المتحدة الأمريكية العديد من الشركات في أمريكا بتعمل على إيجاد على خلال المرحلة القادمة والرئيس الأمريكي قال خلال خلال منذ دقائق حققنا تقدما في مواجهة كورونا وقال إجراءات الاختبار تسير على ما يرام في أستراليا عمل مخبري في أستراليا قطع مصارا كبيرا ما يضيره فقد قال باحثونا من مدينة من إحدى المدن الأسترالية إنه بالفعل وصلنا لإيجاد علاج لهذا الفيروس وفي أحد القناوات نقلته لأن نيوز رقم سبعة عندهم قناة سبعة في عقارين أو قفة بالفعل الفيروس داخل المختبر وقد صرح البروفيسير ديفيد باترسون المختص في الأمراض المعدية من جامعة كوينزلان وأحد المشرفين على الاختبارات أن العقارين ناجعان ناجحان يعني لكن الأبحاث لا تزال مستمرة لأجل معرفة أيهم أفضل وتعلق الأمر بعقار يعالج الملاريا والتاني بيعالج الإيدز والعقارين الاتنين قالوا ممكن من خلال تخليقات بينهم نصل إلى حقار لعلى كورونا في كندا فيه باحس وبنته شغالين هو في علم الميكروبات والمناعة وبنته أليسون عندها 39 سنة وهو عنده 65 وهم الاتنين بيقولك قربوا يوصلوا لي المصل أو اللقاح وده بقولوا الراجل ده وبنته نجحوا قبل كده في المشاركة في علاج السارس وزيكا اللي كانوا فيروسات قبل كده في إسرائيل في خمسين عالم قاعدين زي ما قالت صحيفة هارس الإسرائيلية بيحاولوا يصلوا إلى يعني علاج ويقولك الطريق إلى الوصول إلى مصل أو لقاح طاربنا من الإعلان عنه ده في إسرائيل في الصين حيث ظهر الوباء لأول مرة بتعدد المحاولات صرح يعني مدير مركز تطوير العلوم والتكنولوجيا التابع للجنة الصحية الوطنية في الصين بتسير نحو إيجاد لقاح للفيروس حسب ما نقلته الصحف الصينية وخلاصة ما قلته أن فيه تمن دول بتتنافس وتتسابق للوصول إلى لقاح لعلاج بيروس كورونا الآن العالم كله السبع مليار كل قلوبهم معلقة بمعامل باختبارات بعلماء في نفس التوقيت معلقة وأكف الضراعة بتقول يا رب من ناحية يا رب سلم وفي نفس التوقيت معلقة قلوبهم وعقولهم وأنظرهم بعلماء هذه نتيجة الدول اللي عندها بحث علمي وعلماء عشان لما نيجي نقول عايزين نطور التعليم بتاعنا وانطور البحث العلمي بتاعنا وانا عارف انه عندنا مراكس بخوص وعندنا علماء علماء مهاجرين وعلماء موجودين في الداخل الدولة بتحاول الآن ان هي تتحرك في هذا الاتجاه انا عارف انه عندنا محاولات في مصر لكن بقول لكل المشاهدين 8 دول من 190 دولة في العالم 8 دول بيشتغلوا 8 دول بتفكر ما عاملهم بتتحرك انا معرفش ما عنديش معلومة عشان ما بقاش يعني بقول اي كلام هل هناك محاولات علمية مصرية او بحثية مصرية الوصولة للقاح انا معرفش حد علمي معرفش خليني بقى اتواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي التعليم العالي ونسأله ربما هناك ما يفرحنا حتى المحاولة نحن عايزين محاولات لانه الدول بتتصابق وتتصرع والعالم واللي هيجيب لقاح اللي هيوصل لقاح ده صاروة ايه يعني ما تقول ليش بقى قناة السويس ولا تقول لي بترول ولا تقول لي لا عموما العقل والتفكير والخروج بافكار خلاقة لخدمة الانسان والبشرية ده عمل جليل عمل عظيم غير الخير اللي يعالج الناس اللي بتموت وفي نفس الوقت بيجني ارباح لا يمكن احد انه ها يتخيلها دعوة لعلماءنا دعوة للباحثين كبار الباحثين صغير الباحثين معاملنا عايزين نطور معاملنا عايزين عايزين اعتقد ان الكنان ده موجود خدنا خطوات جادة من اصلاح المنظومة بالكامل اعتقد ان في الاخر ان شاء الله تثمر وتسفر عن شيء خلال المرحلة القادمة